بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الشرف والسليم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين معكم مستر محمد السيد السلام عليكم أهلا ومرحبا بكم على قناة الستيسي مع كورس استخدام نماذج الشموع اليابانية مع أنواع التحليل الفني في اللقاءات السابقة تكلمنا عن استخدام النماذج مع الدعوم والمقاومات ومع رسم الاتجاه وفي معرفة القنوات السعرية وفي معرفة القزور الكاذبة واليوم بحمد الله نواصل الحديث في نفس السياق عنوان محاضرة اليوم كيف تستخدم الشموع اليابانية مع مؤشرات الاتجاه قبل البدء في المحاضرة أحيطكم علما أن أي مؤشر اتجاهي ممكن نطبق عليه جميع القواعد التي سوف نتعلمها في هذه المحاضرة أي أن هذه المحاضرة هي بمثابة القواعد العامة والخطوط العريضة لجميع مؤشرات الاتجاه والتي من خلالها هنعرف متى وكيف نوظف الشموع اليابانية مع هذه المؤشرات وإن شاء الله سنحاول أن نلقد ضوء على أحد المؤشرات على وجه الخصوص أولا ما هو المقصود بمؤشرات الاتجاه المقصود بمؤشرات الاتجاه هي كل أداة فنية تعطي معلومات حول الاتجاه الحالي السائد في السوق سواء كان اتجاه صاعد أو هابط مثل مؤشر البورينجربان وسحابة الإشيمونكو والمتوسطات المتحركة هذه تعتبر مؤشرات اتجاهية نتعرف من خلالها على السلوك الساري حاليا في الأسواق أما مؤشر المتوسطات المتحركة سيكون هو محور محاضرة اليوم مع ملاحظة أننا سوف نتحدث عن الشموع اليابانية ودمجها بالمتوسطات المتحركة لن نشرح المتوسطات المتحركة كمؤشر قائم بذاته لكننا سنحاول فهم كيفية استخدام هذا المؤشر مع نماذج الشموع اليابانية وفيما بعد إن شاء الله سنحاول عمل سلسلة خاصة بجميع أنواع المؤشرات كسلسلة مستقلة ذاتها نتكلم فيها عن أنواع هذه المؤشرات وكيف تتشكل وكيفية تفعلها والآن ما هي طريقة استخدام الشموع اليابانية مع المتوسطات المتحركة مبدئيا كذا يجب معرفة أن أغلب الطرق الشائعة في التداول باستخدام المتوسطات المتحركة يمكن تلخصها في طريقتين الطريقة الأولى هي أن يكون لديك مؤشر متحرك واحد تستند إليه للحصول على معلومات اتجاهية إذا كان الاتجاه صاعد أو هابط الطريقة الثانية هي أن المتداول يستخدم متوسطين متحركين أو أكثر والذي يميز هذه الطريقة أن أحد المتوسطين يكون سريع والثاني يكون بطيء مع العلم أنه ممكن للمتداول أن يستخدم أكثر من متوسط متحرك أما عن كيفية استخدام الشموع اليابانية مع هذه المتوسطات المتحركة فإن ذلك يكون عند ثلاث مناطق المنطقة الأولى بعد المتوسط المتحرك نبحث عن الاتجاه وهذا يحدث عندما يكون السعر فوق المتوسط المتحرك وفي هذه الحالة نبحث عن الاتجاه بغض النظر عن إعدادات المتوسط المتحرك إذا كان السعر فوق المتوسط في هذه الحالة بنكون بنبحث عن الاتجاه وبنبصله على أنه اتجاه صاعد سواء كان متوسط واحد أو اثنين أو أكثر بفيش مشكلة وبناء على ذلك يتم توظيف الشموع اليابانية في هذه الحالة أي في حالة ما إذا كان السعر فوق المتوسط المتحرك المنطقة الثانية لتوظيف الشموع اليابانية مع المتوسطات المتحركة هي بعد أو عند تقاطع المتوسطات المتحركة في حالة وجود متوسطين أحدهما سريع والآخر بطيء في هذه الحالة نبحث عن الزخم بمعنى أنه لما نستخدم السعر فوق المؤشر وتحت المؤشر في هذه الحالة نبحث عن الاتجاه إنما لما نكون بنين الاستراتيجية على تقاطع المتوسطات في هذه الحالة نبحث عن الزخم والقوة في الشموع اليابانية مثلا الشكل الذي أمامك لما يحدث تقاطع في المنطقة رقم واحد وفيه احتمالية يكون عندي زخم سعودي وقوة شرائية لأعلى أو لو حدث العكس ولقينا تقاطع للأسفل زي المنطقة رقم اثنين هذه المناطق التي بها زخم سواء للأعلى أو للأسفل ممكن أستخدم فيها الشموع اليابانية وبكده إحنا إلي همنا ذلوقتي نعرف أماكن استخدام الشموع اليابانية مع المتوسطات المتحركة أما المنطقة الثالثة التي يمكن فيها توظيف الشموع اليابانية مع المتوسطات المتحركة هي عند الرجوع وملامسة المتوسط المتحرك في هذه الحالة نبحث عن مستويات الدعم والمقاومة على سبيل المثال الشرط اللي قدامنا ده نستخدم اللمس أي لمس الشموع اليابانية لمنحنى المتوسط نفسه اللي مكتوب عنده هنا حدث لمس أما المنطقة الثالثة التي يمكن فيها توظيف الشموع اليابانية مع المتوسطات المتحركة هي عند الرجوع وملامسة المتوسط المتحرك في هذه الحالة نبحث عن مستويات الدعم والمقاومة على سبيل المثال الشرط اللي قدامنا ده نستخدم اللمس أي لمس الشموع اليابانية لمنحنى المتوسط نفسه اللي مكتوب عنده هنا حدث لمس في هذه المنطقة احنا بنعتبر المتوسطات المتحركة ما هي إلا مستويات دعم ومقاومة وبنوظف نماذج الشموع اليابانية في هذه المناطق التي تلامس المتوسط المتحرك ويتم توظيفها على أساس اللمس الذي حدث عندها طيب قبل ما نشرح الأمثلة مهم جدا أن المتداول يعرف المناطق التي يستخدم فيها الشموع اليابانية بإمكاني أننا أستخدم النماذج بعد المتوسط أو قبله سواء كان السعر يتحرك فوق المتوسط أو تحته وعند تقاطع المتوسطين المتحركين في هذه الحالة نبحث عن الزخم أو عند رجوع السعر للمتوسط المتحرك وملامسته في هذه الحالة نبحث عن مناطق دعم ومقاومة وسوف نشرح هذه الأمور السلاسة على وجه التفصيل في الأمثلة التالية أولا أمثلة تطبيقية عن كيفية استخدام الشموع اليابانية مع المتوسطات المتحركة في الشرط اللي قدامنا ده إلى الآن لم نضف أي مؤشر من المؤشرات ولا موفينج ولا أي شيء طيب إحنا كنا كيف نتداول بدون استخدام مؤشرات في العادة إلى هذه اللحظة نتداول باستخدام نماذج الشموع اليابانية بدون أي مؤشرات فمثلا في المنطقة اللي عليها ديرة كنا ازاي بنبصلها من منظور نماذج الشموع اليابانية كنا ننظر إليها على أنها منطقة استمرارية لماذا؟ لسببين رقم واحد أنه يوجد عندي نموذج الجنود الثلاثة الهاربين وكان عبارة عن نموذج يبدأ بشمعة خضراء طويلة فيها زخم ثم يأتي عدد من الشموع الصغيرة في الحجم تظل موجودة داخل نطاق الشمعة الأولى الخضراء تفتح وتغلق داخل مدى الظل العلوي والظل السفلي لهذه الشمعة هذا النموذج نموذج استمراري بحكم أن الاتجاه كان صاعد فأنا أتوقع الصعود من بعده رقم اثنين الشيء الثاني الذي يدعم الاتجاه على أنه استمراري إلى أعلى هو الفجوة السعرية اللي حصلت عندي هنا وإحنا قلنا قبل كده أن الفجوات عبارة عن نمازج استمرارية إذن كده أنا عندي نموذج استمراري هو الجنود الثلاثة الهاربين وكمان معاه فجوة سعرية استمرارية فإذا أغلق السعر فوق الظل العلوي لنموذج الجنود الثلاثة الهاربين فسوف أدخل صفقة شراء بعد الشمعة التي تغلق فوق الظل العلوي للنموذج الأول أنا لغاية دلوقتي باستخدم فقط نمازج الشموع اليابانية لكن لو حبينا لأول مرة نضيف متوسط متحرك إزاي هستخدمه مع الشموع اليابانية يلا بينا نضيف متوسط متحرك 200 على سبيل المثال وإنت بإمكانك تستخدم أي متوسط متحرك آخر بالإعدادات اللي تنسبك واللي أنت أعرفها ومتعود عليها كما هو موضع على الشرط أنا رسمت المتوسط المتحرك 200 باللون الأحمر طيب إزاي أقرأ الأسعار من خلاله رقم واحد إذا كان السعر فوق المتوسط المتحرك معنا كده إن الاتجاه صاعد وده يخليني أفكر فقط في صفقات شراء رقم اثنين العكس صحيح إذا كان السعر تحت المتوسط المتحرك في هذه الحالة لو تلاحظ معي كان السعر صاعد في هذه المنطقة ثم تشكل عندي النموذج اللي كنا بنتكلم عنه قبل كده وهو الجنود الثلاثة الهاربين وعمل لي فجوة سعرية طيب دلوقتي بعد ما رسمت مؤشر المتوسط المتحرك إزاي حبصلها من أول وجديد أو كيف أنظر إليها بعد أن أضفت إليها مؤشر المتوسط المتحرك في هذه الحالة ننظر إليها على أنها تكونت والسعر صاعد فوق المتوسط المتحرك يبقى في الحالة دي نبحث عن الاتجاه لأن المؤشر المتحرك خلاص إداني قراءة للسوق والسعر أصبح فوق المتوسط المتحرك وبالتالي الاتجاه المتوقع هنا هو الصعود طيب هل أنا أحكم فقط على الاتجاه أن أصاعد باستخدام المؤشر المتحرك فقط؟ طبعا لا وهنا يظهر أهمية الدور الذي يتلعبه نماذج الشموع اليابانية على هذا الأساس بما أنني فوق المتوسط المتحرك في هذه الحالة أنا أبحث فقط عن صفقات الشراء وأبحث فقط على النماذج الاستمرارية من الشموع اليابانية لو تلاحظ في هذه المنطقة تشكل كما قلنا نموذجين استمراريين بالإضافة إلى تأكيد من المتوسط المتحرك أن السعر خلاص أصبح فوق المتوسط المتحرك وبكده يصبح المتوسط المتحرك نفسه منطقة دعم وأصبح السعر يستند على دعم قوي وهو المتوسط المتحرك 200 في هذه الحالة وبكده يبقى عرفنا إزاي نوظف الشموع اليابانية مع المتوسط المتحرك وبنفس الطريقة يمكن توظيف الشموع اليابانية مع أي متوسط اتجاه آخر وبما أن المؤشر الداني اتجاه صاعد فأنا في هذه الحالة أبحث فقط عن فرصة الشراء وبالعكس لو الداني اتجاه هابط فأنا في الحالة دي هدور على فرص البيع ونوع النماذج في هذه الحالة يكون استمراري حتى لو تشكلت معي نماذج شموع انعكاسية طالما فوق المتوسط المتحرك في هذه الحالة لن أعيرها أي اهتمام ولن أدخل عليها ولن أتداول بها يعني مثلا في هذه المنطقة رقم 2 عندي نموذج انعكاسي يعتبر شوتينج ستار ويعتبر إلى حد ما قمة ملقات ويزر توب في هذه الحالة لن أدخل صفقة بيع مع انهما نموذجان عاكسان للاتجاه لن أدخل صفقة بيع حتى ولو كان النموذج صحيح لماذا لأن السعر فوق المؤشر في هذه الحالة أنا أستخدم المؤشر كفلطرة للنماذج التي سوف أستخدمها ومش هيكون الحكم فقط باستخدام الشموع اليابانية كمان لو تلاحظ موجود معي إلى حد ما شمعة الدوجي في هذه المنطقة ثم شمعة بعدها صعودية وبعدين كمل السعر إلى أعلى بدون أي مشاكل وعلى هذا الأساس نقدر نقول أن أول طريقة لاستخدام الشموع اليابانية مع المتوسطات المتحركة أن نحن نبص الأول على السعر هل هو موجود فوق المتوسط المتحرك ولا موجود تحته لو كان السعر فوق المتوسط المتحرك في هذه الحالة نبحث عن النماذج الاستمرارية الشرائية فقط لغير وإذا كان السعر تحت المتوسط المتحرك في هذه الحالة نبحث عن النماذج البيعية فقط وأوعى تدخل في النماذج الإنعكاسية بعد المؤشر يعني مثلا أنا كان ممكن أدخل من هنا شراء مفيش مشكلة أو من هنا ولكن لن أتجرأ على الدخول من هنا بيع حتى ولو كان هذه الصفقة هتكسبني طبعا إحنا عارفين السبب وهو أن السعر فوق المؤشر يكون صعودي بنسبة 100% الطريقة دي مهمة جدا إن إحنا نفهمها ونهضمها كويس جدا ونطبقها في تداولتنا على الحساب التجريبي لأنها تفيدني كتير جدا جدا في المستقبل أثناء عملية التداول الطريقة الثانية لاستخدام نماذج الشموع اليابانية مع مؤشرات المتوسطات المتحركة بعد أو عند تقاطع المتوسطات المتحركة في حالة ما إذا كان هناك متوسط سريع وآخر بطيء نبحث عن الزخم على الشرط اللي قدامي ده إذا حدث عندي تقاطع للأعلى عند المنطقة رقم واحد أنا بالنسبة لي أعتمد على إن التقاطع هذا بيديني إشارة على وجود زخم محتمل للصعود ومؤشر قوي على صعود الأسعار وبعدين أبص على السعر اللي فوق المتوسطات المتحركة على أنه يسير في اتجاه صاعد هنا برضو في إمكاني إن أنا أبحث عن نماذج الشموع اليابانية الاستمرارية التي تدعم الاتجاه الصاعد والتي تحدث بعد هذا التقاطع وفيه بعض الاستراتيجيات بتقولك إذا حدث تقاطع من أعلى اشتريه وإذا حدث تقاطع من أسفل بيع ولكن داخل التقاطع في المنطقة المحصورة بين المنحنين فيه نماذج كتير عندي بتتشكل ممكن برضو أستفيد منها لو أنا فاهم نماذج الشموع اليابانية وإزاي أقدر أفعلها وإزاي أقدر أطبقها نرجع تاني ونقول لو حصل معايا تقاطع في البداية وأنا ما كنتش متواجد أثناء التقاطع اللي حصل زي المنطقة رقم واحد هل هستنى لما يحصل تقاطع عند المنطقة رقم اثنين وتداول على أساسها طبعا صعب جدا لإني دي بتمثل مدة زمنية طويلة مش معقول هستنى كل المدة الزمنية دي عشان أبيع مرة تانية أكيد ده شيء مش منطقي وخاصة لو على فريم طويل شوية طيب في الحالة دي أنا هتداول بناء على إيه أتداول بناء على الحركة السعرية اللي بتقولها الشموع اليابانية طيب بالنسبة لي الشرط اللي قدامي ده متى وأين وكيف أدخل صفقة عليه لو خدت بالك في المنطقة إيه في نموذج مر علينا قبل كده لو تلاحظ عندي فجوة سعرية وإحنا عارفين أن الفجوة السعرية تمثل مقاومة إذا كانت في الأسفل وتمثل دعم إذا كانت في الأعلى في هذه الحالة لما فتح السعر في هذه المنطقة كان يواجه مقاومة تتمثل في الفجوة السعرية لكن أنا شايف أن أنا عندي نموذج شموع يابانية اخترق هذه الفجوة السعرية وقضى عليها تماما واخترق كمان المؤشرات وكمل إلى أعلى النموذج ده لو تفتكروا كان اسمه نموذج الفدائيين الثلاثة وإحنا عارفين أن ده نموذج استمراري يتكون من ثلاث شموع وكل شمعة تفتح داخل نطاق الشمعة التي قبلها وتغلق أعلى من جسمها أنا بالنسبة لي هحسبها إزاي عندي نموذج الفدائيين الثلاثة نموذج صعودي وكمان عندي النموذج فوق المتوسطات المتحركة وهم أصلا عاملين تقاطع سابق في المنطقة رقم واحد للأعلى طيب نستنتج من كده إيه نستنتج من كده أن أنا عندي احتمالية صعود هيحصل بشكل كبير جدا وبالتالي أقدر أستغل الصعود ده في دخول صفقات شراء مضمونة ممكن أدخل بعد تكون هذا النموذج مباشرة عند المستوى اللي مكتوب عنده كلمة ادخل اشتري ونصحتي لك دايما النماذج اللي احنا تعلمناها في الشموع اليابانية حاول توظفها على الشرط ولو تشكلت نماذج إنكاسية فوق المتوسط أوعى تستخدمها في البيع يعني مثلا في هذه الحالة عند المنطقة به مش هبصلها من أساسه ومش هبيع أبدا طالما أن السعر فوق المتوسطات المتحركة في هذه الحالة لازم المتداول يكون ملتزم التزاما كليا تاما احنا بنشرح نظريات وقواعد بس أهم حاجة لما تيجي تطبق تحاول تلتزم التزاما كاملا بهذه القواعد وهذه النظريات طيب ايه سبب عدم البيع في هذه المنطقة السبب هو أن السعر فوق المتوسطات المتحركة وعندي تقاطع للأعلى وبكذا يبقى احنا عارفين إزاي نفلتر الصفقات أثناء الشراء وأثناء البيع هذه هي الطريقة الثانية التي يمكن فيها استخدام الشموع اليابانية مع المؤشرات المتوسطة وكذلك مع أي مؤشر اتجاه آخر بنفس الطريقة ممكن استخدم نماذج الشموع اليابانية مع مؤشر سحابة الإشيموكو نبحث عن النماذج الشرائية الاستمرارية فوق السحابة بينما نبحث عن النماذج البيعية الاستمرارية تحت السحابة لا تحاول اللعب على الانعكاس ما دم تستخدم مؤشر اتجاهي امشي فقط مع الاتجاه زي ما هيقول لك الاتجاه امشي معاه اذا قال لك المؤشر ان الاتجاه صاعد امشي مع الاتجاه الصاعد ودور على نماذج الشموع اليابانية التي تعطي استمرار الاتجاه للأعلى والعكس صحيح لو قال لك المؤشر ان الاتجاه هابط امشي مع الاتجاه الهابط ودور على نماذج الشموع اليابانية الاستمرارية التي تعطي استمرار للاتجاه الهاب ثالثا استخدام الشموع اليابانية مع المتوسطات المتحركة عند الرجوع وملامسة المتوسط المتحرك في هذه الحالة نبحث عن مستويات الدعم والمقاومة ونفس اللي احنا قلناه في محاضرة رسم خطوط الاتجاه باستخدام الشموع اليابانية ينطبق تماما على المتوسطات المتحركة في هذه المرحلة حاليا احنا بنشرح على متوسطين متحركين لكن كل اللي بنقوله ينطبق على كل المتوسطات ايا كان عددها لو تلاحظ في هذه الجزئية الماضية كنا بنقول ان المتداول يدور على النماذج التي تستمر بعد الاتجاه يعني على الشرط اللي قدامنا ده حصل عندي تقاطع للأسفل هذا معناه كما قلنا ان فيه زخم هيحصل للأسفل هذا الرقم تحت المتوسط معناه فقط ان انا ابحث عن صفقات بيع واحاول ادخلها هذه الصفقات لازم دخولي اليها يكون عن طريق نماذج تديني اشارة على البيع يلا بينا نرجع تاني بسرعة معلوماتنا مع بعض على هذا الشرط رقم واحد عندي تقاطع للمتوسطات لأسفل رقم اثنين عندي سعر تحت المتوسط المتحرك رقم ثلاثة احنا دلوقتي مستنيين ندخل صفقة بيع فقط في الحالة دي عمري ما هفكر ان انا ادخل صفقة شراء طيب لو حبيت ادخل صفقة بيع هتكون ازاي وامتى وكيفة واينة ولماذا لو تلاحظ عند الشكل البيضاوي اللي على الشرط كان هيتشكل نموذج الجنود الثلاثة الهاربين لكنه فشل ولم يتشكل لماذا لاني لو رسمت خط افقي في هذا المستوى هلاقي ان الشموع دي الى حد ما تجاوزت هذا الخط الافقي اي تجاوزت نطاق الشمع الاولى وكده اصبح النموذج غير صحيح ولا يمكن التداول به طيب هل ده معناه ان انا في الحالة دي لن اتداول طبعا الاجابة لا سوف اتداول بس على اساس تحليل خاص بناء على المتوسط اللي قدامي ده ممكن اتداول على اساس المناطق التي تلامس المتوسط المتحرك لو السعر غلق تحت هذه المناطق والشموع ديتني اشارة انعكاسية الاشارة اللي هتحصل عندي بعد عد صحيح هتحصل معايا ايه اللي هيحصل معايا السعر هيسير في الاتجاه العام الى اسفل بعد ان تلمس شمعة من الشموع منحنى المتوسط المتحرك وده اللي حصل عندي عندي شمعة الشوتينج ستار لمست المنحنى ومن بعدها اتجه السعر الى اسفل عشان كده ممكن ادخل صفقة بيع بعد اغلاق تحت شمعة الشوتينج ستار وبكده اكون قدرت استغل نماذج الشموع اليابانية مع المتوسطين المتحركين في دخول صفقات بيع حتى لو وجدت لي فرص ان انا ادخل صفقات بعد كده هيكون الدخول كله عبارة عن صفقات بيع وكمراجعة على ما سبق عندي ثلاث حالات رقم واحد بعد المتوسط المتحرك اذا كان السعر في الاعلى ندخل فقط صفقات شراء واذا كان السعر في الاسفل ندخل فقط صفقات بيع طبعا باستخدام الشموع اليابانية رقم اثنين في حال التقاطع المتوسطات المتحركة في هذه الحالة نبحث عن الزخم والقوة في الشموع واذ لم اتمكن من التداول باستخدام التقاطع هندور على نماذج استمرارية للشموع اليابانية سواء شرائية او بيعية على حسب التقاطع اذا كان التقاطع للاعلى نبحث عن صفقات شراء واذا كان التقاطع للاسفل نبحث عن صفقات بيع فقط لا غير الطريقة السالسة هي التي نعتمد فيها على نقاط الارتكاز واللمس نحاول ان احنا ندور في هذه المناطق على شموع يابانية انعكاسية بس خد بالك لما نقول شموع يابانية انعكاسية بتكون انعكاسية بالنسبة للتصحيح اللي بيحصل وليس بالنسبة للاتجاه العام كما في المثال السابق يعني في المثال اللي قدامي ده انا مش هشتري من عند المنطقة ايه حتى لو كانت هتكسبني لان السعر اسفل المتوسطات المتحركة انا هدخل فقط صفقات بيع عند المنطقة بيه التي تلامس منحنى المتوسط المتحرك وفي النهاية هذه الطرق السلاسة يمكن تطبقها على اي مؤشر اتجاهي وبذلك نكون قد انتهينا من محاضرة اليوم الى ان القاكم في المحاضرة القادمة لكم خالص تحياتي كان معكم مستر محمد السيد السلموني كبير معلمي الرياضيات والاحصاء ومحل الفني وسيكولوجي في سوق المال والاعمال واذكر نفسي وإياكم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب التوكل على الله قال صلى الله عليه وسلم لو انكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغضو خماصا وتروح بطانا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر